فيه اهتمام كبير بالرسائل اللي أكد عليها سيادة الرئيس في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة اللي وقدت في الرياض واللي أكدت على السوابت المصرية فيما يخص الأزمة في قطاع غزة رفض تصفية القضية الفلسطينية وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين العزل سيادة الرئيس كان واضح جدا بإدانة استهداف وقتل وترويع المدنيين وما يقوم بالاحتلال من أعمال حصار وتهجير قصري غير مقبولة ولا يمكن تبريره بالدفاع عن النفس ولا بأي حاجة تانية عشان كده يمكن سيادة الرئيس طالب في كلمته بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع من غير أي قيد ومن غير أي شرط ووقف جميع الممارسات اللي بتستهدف التهجير القصري للفلسطينيين لأي مكان سواء داخل الأراضي من الشمال للجنوب أو خارج أراضيهم وإن يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء كمان خلال كلمة سيادة الرئيس تضمنت الكلمة مطالب بإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي في غزة فضلا عن حرصه لبناء توافق عربي ودولي لإطفاء المزيد من الزخم للحق الفلسطيني للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة بصفتها إحدى الأولويات الأساسية والمهمة للدبلوماسية المصرية كلمة سيادة الرئيس كانت متسقة تماما مع الرؤية المصرية حول معالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة وده من خلال التوصل لصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هو ده الطريق الوحيد للسلام العادل والدائم في المنطقة وإحنا إن شاء الله لليوم الـ 38 حنكون بنكمل تغطيتنا مع حضراتكم لما يحدث في قطاع غزة مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر